السلام عليكم ورحمة الله انا رحم بكم اعزائي الله بصف الاول الاعدادي في الفيديو ده تنكمل شرح الدرس الرابع من الوحدة الاولى في مهج الرياضيات واللي بعنوان العمليات على الاعداد الصحيحة وفي الجزء الثاني من الدرس ده تتكلم عن ضرب واسمة الاعداد الصحيحة وهعرفك ازاي بندرب ونقسم الاعداد الصحيحة وكمان هوضح لك خواص ضرب الاعداد الصحيحة وازاي بندر نستخدمها في حال المسائل فيلا بينا وخلينا نبتدي باول جزئية وهي ضرب الاعداد الصحيحة في الحقيقة احنا عندنا طريقتين بنقدر نستخدمهم في ضرب الاعداد الصحيحة الطريقة الاولى هي استخدام خط الاعداد فاحنا بنكتب عملية الضرب في صورة جامع المتكرر وبعدين نمثل عملية الجامع على خط الاعداد عشان نقدر نوصل لناتق الدرب وما تنساش زي ما اتفقنا قبل كده اننا بنتجه لناحية اليمين لما نكون بنضيف او بنزود عدد موجب وبنتجه ناحية اليسار لما نكون بنقص او بنضيف عدد ثاني يعني مثلا لو عايزين نضرب واحد في خمسة فده معناه ان الواحد بيتكرر خمس مرات وبالتالي نقدر نكتبه في صورة جامع متكرر زي كده واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد وبعدين نرسم خط عداد زي اللي قدامك دوت وبعد كده نبدأ من اول العدد سفر ونتحرك ناحية اليمين خمس خطوات متدالية زي كده بالظبط فهنلاقي اننا وصلنا لعدد خمسة وهيكون هو دوت ناتج الضرب عشان كده موجب واحد في موجب خمسة هيساوي موجب خمسة وبنفس الاسلوب لو حبيها نحسب سالب اتنين في تلاتة فاول حاجة هنعملها هي انها نعبر عن عملية الضرب دي في صورة جامع متكرر زي كده سالب اتنين زائد سالب اتنين زائد سالب اتنين لان طبعا العدد سالب اتنين اتكرر تلات مرات وبعدين نرسم خط الاعداد زي كده بالظبط ونبتدي من اول العدد سفر ونتحرك ناحية اليسار تلات خطوات متتالية كل خطوة بمقدار اتنين زي كده فهنلاقي اننا وصلنا للعدد سالب 6 ويبقى هو دوت ناتج الضرب عشان كده هيكون سالب اتنين في موجب 3 بيوساوي سالب 6 وخد بالك ان طريقة خط الاعداد دي مش بنقدر نستخدمها في كل المسائل عشان كده يلا بينا نشوف الطريقة التانية الي بنستخدمها في ضرب الاعداد الصحيحة وهي قاعدة ضرب الاشارات والقاعدة الاولى هي لما نيجي نضرب عدد موجب في عدد موجب فالناتج لازم يكون عدد موجب زي مثلا لما نضرب 3 في 5 فبما ان الاعداد ديت موجبه فيكون ناتج الضرب برضو موجب يعني هيساوي موجب 15 اما القاعدة التانية فهي عند ضرب عدد سالب في عدد سالب فيكون الناتج عدد موجب زي لما نيجي نضرب سالب 2 في سالب 4 فهنا الاعداد ديت هي سالبة وبالتالي يبقى ناتج ضربهم هيكون موجب يعني هيساوي موجب 8 والقاعدة التالتة هي لما نيجي نضرب عدد موجب في عدد سالب فبيكون الناتج هو عدد سالب زي لما نيجي نضرب 6 في سالب 1 فهنا هللاحظ ان العددين احداهم موجب والاخر سالب يعني الاشارات مختلفة عشان كده هيكون ناتج ضربهم هو سالب يعني هيساوي سالب 6 والقاعدة الاخيرة هي لما نيجي نضرب عدد سالب في عدد موجب فيكون ناتج ضربهم برضو عدد سالب لان الاشارات بتكون مختلفة زي مثلا لما نيجي نضرب سالب 5 في موجب 2 فيكون الناتج هنا بيساوي سالب 10 يبقى ببساطة لما بنضرب اعداد ذاتة اشارات متشابهة بتديني عدد موجب ولما نضرب الاعداد ذاتة الاشارات المختلفة فهي بتديني عدد سالب وعشان تفهم اكتر ازاي بندرب الاعداد الصحيحة تعال دلوقتي نشوف مثال والمثال بيقول اوجد ناتج ضرب كل من ما يأتي والمسألة الاولى هي سالب 6 في 5 هنا عشان العددين دول مختلفين في الاشارة واحداهم سالب بالاخر موجب فيكون ناتج ضربهم هو عدد سالب وبالتالي سالب 6 في 5 هتساوي سالب 30 ونشوف مسألة كمان زي سالب 3 في سالب 1 هنا واضح ان العددين دول ليهم نفس الاشارة واللي هي سالب وبالتالي يبقى ناتج ضربهم هيكون موجب عشان كده سالب 3 في سالب 1 هتساوي موجب 3 ونشوف مسألة كمان زي 4 في سالب 5 هنا برضو هنلاحظ انها بنضرب عدد موجب في عدد سالب وبالتالي الإجابة هتكون سالبة عشان كده 4 في سالب 5 هتساوي سالب 20 والمسألة بعد كده هي سالب 7 في 0 طبعا اي عدد سواء كموجب او سالب بيتدرب فيه 0 فبيكون الناتج هو برضو السفر والمسألة الأخيرة هي القيمة المطلقة لسالب 3 في سالب 21 هنا هنبتدي الأول بحساب القيمة المطلقة وزي ما انت عارف ان القيمة المطلقة بتحزف السالب اللي بداخله وبالتالي هنحصل على 3 في سالب 21 بما ان الإشارات هنا مختلفة فهتكون الإجابة سالبة يعني هتساوي سالب 63 وبعد ما شفنا أمثلة مختلفة على ضرب الأعداد الصحيحة يلا بينا دلوقتي نشوف ايه هي خواص عملية ضرب الأعداد الصحيحة في الواقع نعمية الضرب بيكون لها 5 خواص واول خاصية هي خاصية الانغلق فاذا كان A بتنتمي لزد وكذلك B بتنتمي لزد فهنستفيد من كده ان حاصل ضرب A في B هيكون برضو بينتمي لزد يعني مثلا لو ضربنا عددين زي 3 في سالب 3 فهيكون الناتج بيساوي سالب 9 يعني بينتمي لزد وكذلك برضو لو ضربنا عددين زي سالب 2 في 4 فهيكون الناتج بيساوي سالب 8 يعني بينتمي لزد وبالتالي حاصل ضرب أي عددين صحيحين لازم يكون بينتمي لمجموعة الأعداد الصحيحة أما خاصية الثانية لخواص الضرب هي خاصية الإبدال ودي معناها أنه إذا كان عددين زي A والB بينتموا لZ فيكون حاصل ضرب A في B هيساوي حاصل ضرب B في A بمعنى تغيير مكان العددين مش هيأثر على ناتج الضرب زي مثلا لما نضرب 4 في سالب 5 فالناتج هنا هيساوي سالب 20 ولو بدنا العددين وضربنا سالب 5 في 4 فالناتج برضه هيساوي سالب 20 ودي بنسميها بخاصية الإبدال أما خاصية الثالثة من خواص الضرب فهي خاصية الدمج ودي بنستخدمها لما يكون معنا ثلاث أعداد أو أكتر وخاصية دي معناها أنه إذا كان معنا أي ثلاث أعداد بينتموا لZ فيكون حاصل ضرب الثلاث أعداد دول مش هيختلف لو ضربنا أول عددين وبعدين ضربنا الناتج في العدد الثالث أو ضربنا آخر عددين الأول وبعدين ضربنا الناتج في العدد الأولين يعني مثلا لو معنا مسألة زي سالب 2 في 1 في 3 فلو ضربنا أول عددين هنا واللي هما سالب 2 في 1 فهيساوي سالب 2 وبعدين ضربنا السالب 2 في 3 فهيساوي سالب 6 وكذلك في نفس المسألة لو ضربنا آخر عددين واللي هما 1 في 3 فهيساوي 3 وبعدين ضربنا السالب 2 في 3 فهيساوي برضو نفس الناتج واللي هو سالب 6 وهو ده نفس الناتج اللي تلع لنا في المرة الأولانية يعني ما حصلش أي تغيير وبنسمي الخاصية ديت بخاصية الدرج وخلي بالك أن الأقواس معناها أننا لازم نحصل المسألة اللي بداخل الأقواس الأول والخاصية الرابعة هي خاصية المحايد الضربي ودي معناها أنه لأي عدد صحيح بيكون حاصل ضرب العدد دوت في الواحد بيساوي نفس العدد يعني مثلا لو ضربنا 6 في 1 فيكون الناتج هو نفس العدد واللي هو 6 وكذلك لو ضربنا 1 في سالب 4 فيكون الناتج بيساوي سالب 4 وبالتالي بقى نقدر نقول أن الواحد هو العنصر المحايد الضربي لأنه مش بيأثر على عملية الضرب أما خاصية الخامسة والأخيرة فهي خاصية توزيع الضرب على الجمع والطرح ودي بنستخدمها من خلال القوانين اللي ظهرها قدامك ديت وهي أنه نوزع الضرب على الأعداد الموجودة بداخل الأكواس يعني مثلا لو حبينا نضرب 3 في مجموعة العددين 4 و5 فهنا نبتدي بتوزيع ضرب العدد 3 في 4 وبعد كده نوزع ضرب العدد 3 في 5 زي ما ظاهر قدامك كده وبعدين بنضرب كل العددين مع بعض فهنحصل على 12 زائد 15 فهتساوي 27 بنفس الأسلوب لو المسألة كانت طرح زي 2 مضروبة في الفرق بين العددين 6 و1 فهنا هنبدأ بتوزيع ضرب العدد 2 في العدد 6 وبعد كده نوزع ضرب العدد 2 في الواحد زي ما ظاهر قدامنا كده وآخر خطوة هي انها نضرب كل عددين مع بعض فهنحصل على 12 ناقص 2 واللي هي هتساوي 10 وبعد معرفنا ايه هي خواص الضرب يلا بينا نشوف مثال على استخدام خواص الضرب في حل المسائب والمثال بيقول اوجد ناتج ما يأتي باستخدام خواص عملية ضرب الأعداد الصحيحة واول مسألة هي 5 في 6 في 4 هنا طبعا هتلاحظ اننا ممكن نبدل العدد 6 بالعدد 4 عشان تكون المسألة بالشكل دو 5 في 4 في 6 وبعدين ندمج اول عددين وندربهم فهيساوي 20 وبعدين نضرب 20 في 6 فهتساوي 120 وفي المسألة دي هنكون استخدمنا خاصية الإبدال وخاصية الدمج ونشوف مسألة كمان زي سالب 3 في 2 في سالب 10 في 25 هنا برضو يفضل انها نعمل إبدال للأعداد عشان نسهل علينا عملية الضرب فهتكون المسألة بالشكل اللي قدامك دو وبعدين ندمج كل عددين مع بعض زي كده وبكان تكون استخدمنا خاصية الإبدال والدمج وبعدين نضرب سالب 3 في سالب 10 فهتساوي موجب 30 وبعدين نضرب 2 في 25 فهتساوي 50 وآخر خطوة هي انها نضرب 30 في 50 فهتساوي 1500 ونشوف مسألة أخيرة زي سالب 2 في 103 هنا طالما جات المسألة بالشكل دوك فاعرف انك تستخدم خاصية التوزيع بس هنكتب الأول العدد 103 في سورة مجموع عددين زي 100 زائد 3 وبعدين نستخدم خاصية توزيع الضربة على الجمع فهنحصل على سالب 2 مضروبة في 100 زائد سالب 2 مضروبة في 3 وبعد كده نحسب قيمة كل كوس لوحده فهنحصل على سالب 200 زائد سالب 6 واللي هتساوي سالب 206 ويكون هو دو تناتج المسألة وبعد ما شفنا إزاي بندرب الأعداد الصحيحة وإزاي بنستخدم خواص الضرب في حل المسائل تعالى دلوقتي نشوف آخر حاجة معنا وهي قسمة الأعداد الصحيحة في الحقيقة احنا بنقدر نقسم الأعداد الصحيحة من خلال طريقة واحدة بس وهي قاعدة الإشارات وهي طريقة تشبه قاعدة الإشارات اللي تعلمناها في الضرب والقاعدة الأولى هي لما بنيجي نقسم عدد موجب على عدد موجب فالناتج لازم يكون عدد موجب زي مثلا لما نقسم 8 على 2 فمن أن الأعداد ديت موجبة فيكون ناتج الإسمة برضو موجب يعني هيساوي موجب 4 أما القاعدة التانية فهي عند قسمة عدد سالب على عدد سالب فيكون الناتج عدد موجب زي لما نيجي نقسم سالب 10 على سالب 5 فهنا الأعداد ديت هي سالبة وبالتالي يبقى خارج إسمتهم هيكون موجب يعني هيساوي موجب 2 والقاعدة التالتة هي لما بنيجي نقسم عدد موجب على عدد سالب فبيكون الناتج هو عدد سالب زي لما نيجي نقسم 6 على سالب 3 فهنا ألاحظ أن العددين أحداهم موجب والآخر سالب يعني الإشارات مختلفة عشان كده هيكون ناتج إسمتهم هو عدد سالب يعني هيساوي سالب 2 والقاعدة الأخيرة هي لما بنيجي نقسم عدد سالب على عدد موجب فبيكون ناتج إسمتهم عدد سالب لأن الإشارات برضو بتكون مختلفة زي لما نيجي نقسم سالب 5 على 1 فيكون الناتج بيساوي سالب 5 وعشان تفهم أكتر إزاي بنقسم الأعداد الصحيحة تعالى دلوقتي نشوف مثال والمثال بيقول اوجد ناتج كسمت كلا مما يأتي والمسألة الأولى هي سالب 12 على 4 هنا عشان العددين دول مختلفين في الإشارة وإحداهم سالب والآخر موجب فيكون الناتج هو عدد سالب وبالتالي سالب 12 على 4 هيساوي سالب 3 ونشوف مسألة كمان زي سالب 15 على سالب 3 هنا واضح أن العددين دول ليهم نفس الإشارة واللي هي سالب وبالتالي بقى الناتج هيكون موجب عشان كده سالب 15 على سالب 3 هيساوي موجب 5 ونشوف مسألة كمان زي 32 على سالب 8 هنا برضو هنلاحظ أنها بنقسم عدد موجب على عدد سالب وبالتالي بقى الإجابة هتكون سالبة عشان كده 32 على سالب 8 هتساوي سالب 4 ومسألة بعد كده هي قيمة مطلقة لسالب 18 على قيمة مطلقة لسالب 9 هنا هنبتدي الأول بحساب القيمة المطلقة زي ما أنت عارف أن القيمة المطلقة بتحزف السالب اللي بداخله وبالتالي هنحصل على 18 على 9 ومن الإشارات هنا موجبة فهتكون الإجابة برضو موجبة يعني هتساوي موجب 2 ونشوف آخر مسألة معانا وهي سالب القيمة المطلقة لسالب 21 مقسومة على القيمة المطلقة لسالب 7 بنفس الإسلوب هنبدأ بحساب القيمة المطلقة لكل عدد فهنحصل على سالب 21 على 7 وبما أن الإشارات هنا مختلفة فهتكون الإجابة سالبة يعني هتساوي سالب 3 ولازم تنتبه لملاحظات مهمة جدا وأول ملاحظة هي لو أسمنا أي عدد على سفر فهتكون الإجابة غير ممكنة ولكن لو أسمنا السفر على أي عدد مع عدد السفر نفسه فهيكون الناتج بيساوي سفر وتاني ملاحظة هي أن عملية القسمة ليست مغلقة في مجموعة الأعداد الصحيحة وليست إبدالية وليست دامجة وكمان لازم تبقى عارف أنه مفيش عدد محايد بالنسبة لعملية القسمة في زد عشان كده مفيش معكوسات للأعداد بالنسبة لعملية القسمة في الأعداد الصحيحة ودلوقتي يلا بينا نشوف آخر مثال معنا المثال بيقول إذا كان A بتساوي 5 وB بتساوي سالب 4 وC بتساوي 20 والمطلوب هو أننا نوجد القيمة العددية لشوية مسائل وأول مسألة هي A مضروبة في B مقسومة على C هنبدأ بأول خطوة وهي أننا نعود عن قيمة كل رمز فنحصل على 5 في سالب 4 مقسومة على 20 وبضرب 5 في سالب 4 هتساوي سالب 20 وبعد كده نقسم سالب 20 على 20 فنحصل على سالب 1 لأننا قلنا لما تكون الإشارات مختلفة عند الإسمة فهيكون الناتج عدد سالب ونشوف مسألة كمان زي A مضروبة في C زائد السي مقسومة على البي بنفس الأسلوب هنبدأ بالتعويض عن قيمة كل رمز فهنحصل على 5 في 20 زائد 20 على سالب 4 وبضرب 5 في 20 هتساوي 100 وبعدين بقسمة 20 على سالب 4 فهتساوي سالب 5 وأخيرا بجمع 100 مع سالب 5 فهيكون الناتج بيساوي موجب 95 وبكان كنا عرفنا إزاي بنقدر نضرب ونقسم الأعداد الصحيحة بطرق مختلفة وإزاي كمان بنطبق خواص الضرب في حل المسائل في النهاية أتمنى يكون الشرح كان واضح ومفيد وما تنسوش لو فاية سئلة كتبها في التعليقات أشوفكم على خير مع السلامة